السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحل محافظة الجيزة صفحة 45 من كتاب المعاصر الصف الاول الاعدادي اختر الاجابة صحيحة من بين الاجابات الماطعة 40 زائد 50 40 زائد 50 انا عندي هنا هجمع الاعداد مع بعضها هجمع الاعداد مع بعضها 459 طيب السين في الجامعة او الطرح تفضل زي ما هي خلاص يبقى السينات في الجامعة والطرح تفضل زي ما هي السؤال اللي بعده اذا كان سين على العشرة بيسوي 6 على 5 فان سين بتسوي انا هنا هعمل المقص اللقبال سين تحت اللقبال سين اللي هي الخمسة في المقام وهضرب فوق العشرة في 6 ب60 60 على الخمسة فيها الـ 12 الوسيط للقيم الوسيط اللي هو في المنتصف الوسيط اللي هو في النص بس لازم ارتبهم الاول يتصعدي يتنازل يمن الصغير يمن الكبير تعالى نرتبهم اصغر حاجة عندي التلاتة بعدها الستة التمانية الخمستاشر الاربعة وعشرين عندي من اللي في نص هنا اتنين وهنا رقمين يبقى المنتصف اللي هو التمانية سؤال رقم اربعة القيمة المطلقة العدد سالب 7 زائد القيمة المطلقة للعدد 7 القيمة المطلقة هتشيل السالب القيمة المطلقة ديت بتشيل العدد السالب يعني سبعة زائد سبعة هنا القومة المطلقة هتشيل السالب هجمع السبعة وسبعة أربعة عشر الحد الجبري من الدرجة هنا قس واحد ما بيتكتبش الواحد ما بيتكتبش وهنا قس اتنين هجمع الاسس هنا اتنين وواحد يدوني تلاتة يبقى من الدرجة التالتة طيب الاتنين ده معامل ما لكش دعوه بها السؤال اللي بعده السؤال رقم ستة اذا كان المنوال للقيم اربعة وخمسة وثين زائد واحد وثلاثة هو خمسة يعني المنوال المنوال اللي هو أقصر تقرارا اللي بيتكرر كتير هو خمسة يعني الرقم اللي بيتكرر هنا في الاعداد ديت هو الخمسة يبقى اول ما يقول لك المنوال هو خمسة شوف المجهول اللي عندك زود عليه كيف المجهول اللي عندي زود عليه واحد يعني اللي زودته على الواحد اداني خمسة يبسين باربعة السؤال التاني أكمل العدد الذي يقع في منتصف المسافة العدد الذي يقع في منتصف المسافة طيب أنا عندي طريقتين لحل منتصف المسافة ممكن أقوله نص في مجموع العددين يعني العدد في منتصف المسافة أقوله نص في مجموع العددين نص في مجموع العددين أجمع العددين 1 و 5 6 6 على إيه على السبع خلاص وأضرب البسط مع بعضه والمقام مع بعضه عندي طريقة تانية لما يكون المقامات متوحدة هقول له ادي الواحد على سبعة اتنين على سبعة تلاتة على سبعة اربعة على سبعة خمسة على سبعة انا عندي عايز اللي في المنتصف ادي الواحد على السبعة ودي الخمسة على السبعة ادي اللي في المنتصف اللي هو تلاتة على سبعة السؤال اللي بعده اذا كان ستة على سين مقصة أربعة عددا نسبيا فان سين لا تساوي سين لا تساوي بص تحت سين لا تساوي ابص تحت واخد عكس الاشارة أبص تحت ويأخذ عكس الإشارة هنا سائل بربعة أخذ عكساته يبقى موجة بربعة والموجة ما بيكتبش السؤال اللي بعده تلاتة بقت عشرة زادت زادت يعني يا جمع يا ضرب تعال نشوف هنا لو جمع هيبقى إيه زود سبعة طب تعال نشوف اللي بعدها العشرة بقت سبعتاشر يبقى زود سبعة السبعتاشر بقت اربعة وعشرين يبقى زود سبعة خلاص نأخذ أخر رقم وهزود عليه سبعة يبقى تمانية وتلاتين الوسط الحسابي للقيم الوسط الحسابي للقيم يعني إيه الوسط الحسابي مجموع القيم على عددها الوسط الحسابي مجموع القيم على عدد القيم مجموع القيم هجمعه سبعة وستة واثنين سبعة زائد ستة زائد اتنين ستة واثنين تمانية وسبعة خمستاشر وهعدهم أدي واحد اتنين تلاتة يبقى ده عدده خلاص يبقى 15 على الثلاثة تديني 5 يبقى الوسط الحسابي بيساوي 5 المعكوس الضربي المعكوس الضربي هشألي بالكسر البسط يبقى مقام والمقام يبقى بسط بس ما فيش فيها اي حاجة الاربعة في المقام تطلع في البسط والثلاثة في البسط تنزل في المقام السؤال اللي بعده استخدم خاصية التوزيع فيه ايجاد قيمة كل من اربعة على تسعة اربعة على تسعة في اتناشر زائد اربعة على تسعة في ستاشر ناقص اربعة على تسعة طيب نحلها بقى برة هنا هبص الاول للأعداد اللي عندي اللي ما اتكرره اطلع حبر تعال نشوف هنا بيقول لي اربعة على تسعة ادي كسروا معاها عدد يبقى دا الوحده واربعة على تسعة دا كسروا معاها عدد بردو دا كمان لوحده طيب الكسر دا معهوش حد خلاص هضربه في واحد كسر ملهوش عدد احط له واحد وهبدأ اخد المقرر انا عندي في الفريق الاولاني دا اربعة على تسعة والتاني اربعة على تسعة والتلاتة اربعة على تسعة يبقى المشترك بين التلاتة اربعة على تسعة افتح كسروا معاها عدد اللي بقى عندي هنا اتناشر انزلها بعدها زائد نزلها عندي هنا ستاشر انزلها بعدها ناقص نزل الناقص وعندي الواحد اللي احنا حطناها خلاص وهبدأ اخلص الكوس هنزل الاربعة على تسعة زي ما هي وهبدأ احل الكوس الاول اتناشر اجمع عليهم ستاشر ونقص منهم واحد اتناشر وستاشر تمانية وعشرين اناقص منهم واحد يبقى سبعة وعشرين ونبدأ نبسط هنا الاربعة على تسعة هنا سبعة وعشرين وهنا تسعة السبعة وعشرين على التسعة هتديني تلاتة والتلاتة فاربعة باتناشر يبقى الناتج اتناشر ممكن تدخل الناتج على الالحزبة تتأكد منه لكن الخطوات لازم تكتبها في الامتح السؤال اللي بعده اوجت خارج اسمت اوجت خارج اسمت تعالى نكتب المسألة عشرة سين تربيع صوت تربيع زائد خمستاشر سين صاد على خمسة سين صاد نبدأ نطرح نبدأ نقسم خلاص هنا هاخد العشرة المعامل اللي هو العدد هاخد العشرة على الخمسة عشرة على الخمسة هتديني اتنين سين تربيع في الاسم انا بطرح الاسس سين تربيع شيل منها سين اتبقى لي سين واحد صاد تربيع شيل منها صاد اتبقى لي صاد واحد جات الاشعارة زي اتنزلها خمستاشر على الخمسة هتديني تلاتة سين على سين هتروح صاد على صاد هتروح لان في الاسمة خمسة على خمسة بتساوي واحد اتنين على اتنين بتساوي واحد لما يكونوا شكل بعض خلاص هتروح يبقى الخارج الاسمة اتنين سين صاد زائد تلاتة الصفحة اللي بعدها صفحة ستة واربعين كمالة الامتحان او جد ناتج تلاتة على اربعة ناقص اتنين على خمسة تلاتة على اربعة ناقص اتنين على خمسة على سبعة على عشر طيب تعالي نبدأ نحلها هنوحد المقامات الاول لازم اوحد المقامات طيب انا هوحد المقامات ازاي انا عندي هنا اربعة وهنا خمسة وهنا عشر هل الاربعة في حاجة اضربها في اربعة تديني عشر لا اما فيش خلاص لكن انا ممكن اوصل الاربعة دي للعشرين وهوصل الخمسة دي للعشرين. ووصل لعشرة للعشرين. انا واحد على العشرين. هخلي كل قصور اللي عندي دي مقامها عشرين. كلado يبل univers 2 الاربع دي ضربتها في كم علشان تكون عشرين اه الاربعة في خمسة اضرب فوق في خمسة الثلاثة في خمسة بخمسة عشر. طيب الخمسة تضربت في كم عشان تكون عشرين الخمسة في اربعة. اضرب فوق춰 باربعة للاتنين او فاربعة تمامين. خلاص? هنا هواحد انا كده وحدت المقامات المقامات واحدة باخد 20 واحد وهاخد الخمستاشر نقص منها تمانية هتديني 7 يبقى 7 على 20 يبقى القص عندي الوقتي ب 7 على 20 طيب نوحد مقام السبع على عشرة عايزة واحد مقام السبع على عشرة ادي السبع على عشرة عايزة خلي مقامها 20 هضرب في اتنين فوق وتحت هتديني 20 الاتنين في 7 ب 14 يبقى الوقتي عندي 7 على 20 اللي هو الكس على 14 على 20 اللي هي الاسمة كده بقت عندي مسألة اسمة عادية خالص هسيب الاولى واعكس العالة تكون فيه وشألة بالكسر هسيب الاولى 7 على 20 تفضل زمهية والعالة تكون فيه وشألة بالعشرين فوق والاربعة عشر تحت هنا 20 في البسط و20 في المقام ده كده خلاص رحوا مع بعض طيب قول لي فوق هنا 7 هقسم على السبعة تدين واحد 14 على السبعة تدين اتنين يبقى واحد على اتنين السؤال اللي بعده اختصر سين ناقص 3 وسين زائد 3 زائد 9 اختصر ده الكسين دول شكل بعض مختلف الاشارة بقول عليهم كسين شكل بعض مختلف الاشارة يطلعوا حدين اتنين بس يطلعوا حدين اتنين بس ايه هم الحدين بضرب الاول في الاول والاخير في الاخير او التاني في التاني ودايما سالب يبقى هضرب الاول في الاول سين في سين بسين تربيع 3 في 3 بتسعة والاشارة دايما سالبة كده انا فكته الكوس هنزل معهم الموجب 9 وهبدأ اختصر هنا سالب 9 بالموجب والسالب يروحوا مع بعض العدد ومع كوسه خلاص يطيروا الوقت تبقى لي سين تربيع هو عايز القيمة العددية للناتج هقوله القيمة العددية القيمة العددية للناتج اذا كانت سين بتساوي 4 هشيل كل سين واحطه انا كان 4 انا عندي سين تربيع يبقى هقوله 4 لكل تربيع بتساوي 4 لكل تربيعين 4 في 4 ب16 يبقى القيمة العددية للعدد ب16 السؤال اللي بعده اطرح المجدار الجبري الاول انا هبص هنا لألف وهنا ألف وهنا الباق وهنا الجيم خلاص هو مترد بعد كده هبص على ايه بعد كلمة من اطرح وهنا من خلاص بعد كلمة من هكتبه الاول يعني كتب فوق وبعد كده لما يكون عندي طرح بغير اشارة الحد التاني لما يكون عندي طرح بغير اشارة الحد التاني تعال نشوف ادي المسألة انا الوقت هاير اشارته لحد التاني دي مجابة تبقى سالبة دي مجابة برضو تبقى سالبة دي مجابة برضو تكون سالبة ونبدأ نطرح 6 تنقص واحد لان الواحد ما بيتكتبش يبقى خمسة الف مجاب وسالب اشارة الكبير من الكبير التلاتة والاتنين التلاتة والاشارة المجابة هي اللي تنزل 3 تنقص 2 واحد والواحد ما بيتكتبش خلاص هنزل الباق مجاب وسالب اشارة الكبير ده اللي اتنين شكل بعض خلاص هيروحوا مع بعض ومش هكتب لهم حاجة يبقى النية تج 5 ألف زائد بي آخر سؤال عندي الجدول الجدول التالي يبين درجات تلميذ خلال 5 شهور جاب في أكتوبر 18 وفي نوفمبر 20 وفي ديسمبر 13 ويناير 17 وفي براير 12 عايز الوسيط والوسط الحسابي الوسط الحسابي مجموعة القيام على العدد إنما الوسيط اللي هو في النص طيب في النص لازم أرتبهم الأول تعال نجيب الوسيط هنا أصغر رقم عندي اللي هو الـ 12 بعده 13 بعده 17 18 20 هبدأ أجيب اللي في النص العدد اللي في النص اللي هو الـ 17 يبقى ده الوسيط بيساوي 17 تعال نشوف بقى الوسط الحسابي الوسط الحسابي بيقول مجموعة القيام على العدد الوسط الحسابي بيساوي مجموعة القيام على عدد القيام مجموعة القيام عندي كام؟ هكتب كل القيام اللي عندي عايز يدخلها على الألة بس لازم تكتب الخطوات 18 زائد 20 زائد 13 زائد 17 زائد 12 على الخمسة خلاص؟ هممكن أدخلها على الألة الحسابة وممكن تجمعها على إيدك هتجمعها هيدوني 8 هجمعهم هيدوني 80 على الخمسة 80 على الخمسة هتساوي 16 يبقى الوسط الحسابي بيساوي 16 كده هنخلصنا محافظة الجيزة والقاهرة إن شاء الله الفيديو القادم هنحل محافظة الإسكندرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته